موسيقى سلام عليكم وعملين ايه النهاردة احنا في طلال الغف من ماجد الفوتيم طبعا ماجد الفوتيم انا اول ما اسمع الاسم ده بيجي في دماغي فوكس سينما مول الامارات مولوف ايجيت وحاجات تانية بس النهاردة احنا في اول مجتمع سكني كامل في دبي وطبعا طلال الغف ده شجرة الغف دي شجرة من اكتر الاشجار انتشارا في دبي ومعروفة ان هي سوستينبل وبتموا بسرعة فهو عشان كده الاسم ده مستوحى من الشجرة ومثل المشروع ده ان هو فيه بحيرة كريستالية من صنع الانسان عيبقى عندك بحر طبعا كل الخدمات اللي انت محتاجها موجودة مدارس بول جيم عيبقى فيه حضانة عيبقى فيه اماكن اللعب الاطفال هنريكوا شوية لقطات منها دلوقتي ودلوقتي هننخش جوه السيل سنتر ونشوف المشروع اللي هما هيطلقوه اسمه إيلان دي تاون هاوسيس تلت واربع غرف ولا صار بتده من اول مليون ومتين ومخط الدفع ستين في المية اثناء الانشاء واربعين في المية على تلت سنين بعد الاستلام فتعالوا بعد وقت نشوف المشروع ده زي ما انتو شايفين ده عيبقى بحر اسمه ساندي بيتش يعني برضو عيبقى عندك رملة كأنه بحر طبيعي بس المية بتاعته مش ملحة المية بتاعته حلوة طبعا هنا عندنا فيه سنترل بارك دي طبعا الناس كلها ممكن يستخدموها وعلى الجزء اللي على الشمال ده فيه هنا زي فيلال فور وفايف بيدرومس بس احنا دلوقتي هنواريكوا وانتكلم عن المشروع الجديد ودي طبعا المستر بلان بتاع المشروع كله مشروع دخل وهنا ده الكريستل لاجون وطبعا ده اللاجون ده مساحته قدي بقى المساحة الكاملة هتكون سبعة تلاف متر مربع بس الوقت منه خالص تريمات ما عشو المية سبعة تلاف متر مربع واثنشف المية بس دي حتة بس صغيرة بس احنا دي حتة صغيرة بس احنا نهاردة بس احنا نتكلم على زي ما شفين ده المدخل بتاع الكميونيتي وهنا عاب عندنا الجيد بتاعت ايلان دي بس مخصصة لسكان وهنا عندنا البول والجيم وهنا عابع فيه اماكن ترفيهية للعب الاطفال وكل دول التونهاوس كوميونيتي نحاول مخلي المدخل هذا يكون بس مشروع كوميونيتي انه مشروع عائل عائلي حلو ممتازة هون هيكون فيه جامع جوه المشروع هيكون كله سكن يعني اي شي حيكون اي حاجة اي حاجة كوميرشل يعني في حاجة كوميرشل بس حاليا احنا عادينا نبني مدرسة الرويال جرامر سكول تسليم تبعها هيكون اخر شهر تسعة الفين وواحد وعشرين حلو المشروع هادي اللي هو إيلان هيتكوّن من 300 تاونهاوس ثلاثة وفور بيدروم هتكون من الوسط الاربعة وراف نوم على الزوايا وطبعا جماعة زي ما انتم شاهفين هنا دي الاماكن الناس ممكن يتمشوا فيها وعب عندنا زي ما قلت لكم 18 كيلو سايكلينج ورننج تراك ان انت تقدر بقى تاخد العجلة تروح تجري طبعا هبقى فيه او اماكن عامة الناس يعودوا فيها طبعا مثل المشروع ده ان البحيرة الكريستالية دي اللي انتم شايفينه قدامكو ده 12% بس يعني ده جزء بسيط جدا جدا من اللايفسايل اللي انت ممكن تاخده هنا كل يوم مع ماجد الفوتيم طبعا في انحاء الكميونيتي كله هبقى فيه اماكن للترفيه سواء بقى الاطفال او الكبار مثل تربست البنج بونج اللطيفة فيه انشطة مائية هبقى عندك ملاعب فوليبول هبقى عندك ملاعب تنس ملاعب كورا هبقى عندك كارفور هبقى عندك سبينيز هبقى عندك سايكل تراك انت لما بتشتري حاجه هنا بتشتري كوميونيتي من ماجد الفوتيم طبعا ده يعتبر اول مشروع سكني لماجد الفوتيم جوه دبي عندهم في لبنان عندهم في الاردن وعندهم في الشرق انا متأكد ما في المياه ان ماجد الفوتيم هيتسلموا حاجه بكواليتي عالية جدا زي ما انتو شفتو شفتو الكواليتي شفتو الستاندردز متأكد ان ايلان برضو هتبقى كواليتي بتاعتها بالنسبة للسعر هتبقى من احسن الحاجات فلو حد محتاج اي معنومات اكتر عن ايلان او حابب يحجز تاون هاوس هسيب ارقامي تحت التواصل ولو اي حد محتاج اي سرعة قرية في اي وقت حاضرين يربيكو نفيديو عقابكو لو عقابكو اعملوا لايك وشتركوا في القناة شوفكو الفيديو جاي السلام عليكم